يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من الأفضل لنا أن نسمي المذهب الذي تراجع أبو الحسن الأشعري عنه أن نسميه بالكلابية لعدم صحة نسبته إليه بعد تراجعه هو لما رجع عن الاعتزال أخذ مذهب الكلابية سعيد بن كلاب فلما تاب من ذلك أخذ مذهب أهل السنة نعم فنقول هذا مذهب الكلابية وليس مذهب أبو الحسن الأشعري الذي استقر عليه أخيرا نعم